حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية حيث وضعت الدولة تطوير محافظات الصعيد على رأس أولويات أجندتها الوطنية وتحول صعيد مصر خلال الفترة الماضية إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية بعد عقود من الإهمال والتهميش لصعيد مصر حرصت الدولة منذ تولي رئيس السيسي على الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضع تطويرها على رأس أولويات أجندتها الوطنية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق المتأخرة تنموياً ليحظى المواطن بحياة كريمة منذ تولي رئيس السيسي قيادة البلاد ودع صعيد مصر عقوداً من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة الثلاثين من يونيو وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي بلغت محافظة الصعيد المستهدفة فيها نحو 68% من المرحلة الأولى وتم تنفيذ مشروعات بها بنحو 240 مليار جنيه بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو أصبح للصعيد وجه آخر بعد أن انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 9.7 مليار جنيه من إجمالية 4453 مشروعاً جارياً ومنتهياً باستثمارات إجمالية تبلغ 16.39 مليار جنيه حيث تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدمتها للجمهور وفي إطار دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتي سهاج وقنة بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط دعم وتطوير أربعة تكتلات اقتصادية وعدة بالمحافظتين أعمال التطوير مستمرة على قدم وساق في محافظات الصعيد لتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة ومن المتوقع الانتهاء منها في الثلاثين من يونيو من عامي 2024 ولضمان استدامة الممارسات الجيدة لخطة تنمية الصعيد سعت الدولة إلى تدريب الكوادر على إدارة الأصول العامة والموارد الداتية في تنفيذ المشروعات لزيادة الاستثمارات كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسؤول وحدات قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة وجه الصعيد الجديد تحول إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية حيث تم إدراج برنامج التنمية على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم وهو ما عكس اهتمام الدولة بتحويل المناطق الأكثر احتياجا إلى وجهات حضرية ضمن خطواتها للمضي نحو الجمهورية الجديدة